أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقد المشركين على المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير قبل أن نبدأ بالحديث عن هذه الآيات أود أن أذكر بما أذكر به دائما أن الناس يظنون أن العبادة هي مجرد الصلاة وأن فرعون الذي يطيعونه أو العادات والتقاليد التي يطيعونها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم لمقتدون أنها ليست عبادة لأنهم لا يصلون لفرعون وهذا فهم غير صحيح سيدنا آدم عليه السلام عندما أدخله الله الجنة ثم خلق له زوجه وأمره أن يأكل مما شاء أباح له كل شيء في الجنة إلا هذه الشجرة فعندما عصى ربه وأطاع الشيطان وترك طاعة الله في ترك الأكل من الشجرة عندما أكلنا الشجرة أعتبره الله مستحق للخروج من الجنة لماذا؟ لأنه أطاع الشيطان ولا بطاع الرحمن فكل إنسان يطيع غير الله في معصية الله يعني فيما بيّن الله به من أحكام واضحة الدلالة في القرآن أو في السنة فاستحل مخالفتها وطاعة غير الله في ذلك فقد جعل هذا المطاع غير الله شريكا لله جعل إله لأن أصل الدين في طاعة الله تبارك وتعالى وحده والتحرر من الطاعة والعبودية لسواه فرعون عندما قال لهم أنا ربكم الأعلى وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري يعني من معبود غيري ماذا كان يفعل هل كانوا يصلون له لا قال الله تعالى استخف قومه فأطعوه كانوا خفيفين سرعة إنهم مصالح عنده من أجل تحصيل شهواتهم وأهوائهم مثل الشخص الذي هو موظف عنده أمن هؤلاء الطغاة سواء من العسكر أو من هذون بسموهم أمن مخابرات ومدري إيش إلى خلية موظف عندهم يقتل الصالحين يقول له واحد قال له لك أخي عم تضرب الناس هذاك والله مؤمنين جماعة طيبين عم تأذي قال المعلم عم بأمور قال له إذا أمر المعلم قال له وظيفة كويس توظف عند المعلم مثل قارون كان موظف عند فرعون وجمع سروة كبيرة وطبعا مصلحته مع فرعون فهو عبد لفرعون من أجل أن يحصل مصالحه وفرعون عبد له بيعطيه ماله ويترك له العنان يقتل ويظلم ويكذا من أجل أن يستطيع فرعون أن يتصلط على الناس فهؤلاء الطغاة كلهم عبيد لبعضهم البعض فمن يتحرر منهم هو الذي يتحرر من طاعة المخلوق ويطيع الخالق فالطاعة في الحقيقة إذا كانت عمياء فهي عبودية أما إذا كانت الطاعة ضمن حدود الله فليست عبودية إذن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع الحاكم المسلم فإذا أطعناه في غير معصية الله إذا أمر معصية الله ما نطيعه فنحن لا نعبده إنما نحن ننفذ أمر الله فطاعة الحاكم طاعة تنظيمية مؤقتة ضمن حدود ما أمر الله تبارك وتعالى به أما إذا خرجت عن ذلك فهي عبودية لغير الله أمر الله بطاعة الوالدين فإذا أمر الوالدان بغير ما يرضي الله لا نطيعه فهؤلاء المسلمون الذين يأمرهم الطاغوت وأذناب الطاغوت وعباد الطاغوت يأبرونهم بقتل المؤمنين لماذا؟ ما هي جريرتهم؟ يطلعهم الظاهرة ويقولوا ما نريد العسكر طيب هذا الكفر إذا كفروا ما بحكموا شيء ويشجعونهم على الكفر وإذا قالوا لا نريد حكم العسكر أو رفعوا أصابعهم هكذا إشارة إلى الطاغوت والعسكر كيف يظلمون لا ما بجوز هذا هذا ما بجوز هذا هم حرموه فاستحلوا لأنفسهم قتل هؤلاء الناس هؤلاء هم الطواغيت هؤلاء هم الإرهابيون ولكن ضلت البشرية فاعتبرت المتحرر إرهابي والظالم شعار الحرية أشاء الله أشاء الله على الحرية وحدة حرية اشتراكية أو اشتراكية حرية وحدة أو حريات عدلات مساواة أو كله كذب بكذب شعارات تعبد من دون الله ومن وراء هذه الشعارات أشخاص يتسلطون على البشرية أدركتم عظمة الأديان السماوية لا إله إلا الله لماذا لا إله إلا الله لماذا الطاع لله وحده لا شريك له لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لأن الله هو الخالق وهؤلاء المعبودات من دون الله مخلوقة وليست خالقة هؤلاء المعبودات من دون الله تعبد من أجل أن يصل المتسلطون إلى أهوائهم وشهواتهم ولذلك ينكرون وعندما تدعوهم إلى الحق تعرف في وجوههم المنكر نستمع إلى قبل الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم أيها المتفكر في الله وفي خلق الله أن الله يعلم كل شيء في هذا الكون وكيف لا يعلمه وهو خالقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كل شيء في الكون يعلمه الله تبارك وتعالى وهو المتصرف في كل شيء وكل شيء يتحرك ويوجد ويعدم هو بإذن الله وبعلم الله تبارك وتعالى كبيرا كان أو صغيرا الجراسيم والمكروبات التي لا ترى إلا في المجهر من خلق الله والأجرام السماوية التي يبلغ بعضها أكبر من الأرض بآلاف المرات أو بآلاف آلاف المرات من خلق الله تسير وتتحرك في خلق الله وخالقها يعلمها كيف تتحرك وكيف تسير كيف وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كل ما في الكون من خلق إنما هو من خلق الله وبعلم الله وهو مسجل في اللوح المحفوظ أي في سجل علم الله سبحانه وتعالى روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر المخلوقات كل واحد مننا من سيخلق ومن يأمه ومن هو أبوه وكيف يتزوجه وكيف يلد وكل شيء في سجل علم الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية وهذا سجل علم الله سبحانه وتعالى سيتنفذ بأمر الله بدون لا واسطة كما نفعل نحن المخلوق الخالق منزح عن الشبه بالمخلوق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وفي السنن في حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق خلق القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن كل شيء يكون إلى يوم القيامة قال اكتب ما هو كائن فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة صدق عليه الصلاة والسلام فهذا الخالق العليم الخبير بكل شيء هل يمكن لمخلوق أن يوجد لك نظام وحياة في نظام أفضل من هذا الخالق هل يمكن لمخلوق أن يأتي بنظام كنظام العليم الخبير استحيل ولكن أين العقود لمن يختار بإرادته الحرة الخروج عن أمر الله وطاعة التواغيث من البشر لذلك قال الله تبارك وتعالى في الآية التالية وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٌ يعبد المشركون من هم المشركون الذين يطيعون مع الله غيره من البشر أو التقاليد أو أي شيء كان يعبد المشركون من دون الله ما لم ينزل الله به دليلا على أنه يستحق الطاعة ما في دليل ولا برهان على أن الأسد أو الكلب أو النمر أو كذا هو يستحق طاعتنا أبدا ليس لهم دليل إلا الأسلحة التي يقتلوننا فيها إذا خرجنا عن طاعتهم هذا دليل وهذا ليس دليلا للإنسان إنما هو دليل للحيوان لأن الحيوان يقاد من ظاهره بالعصى دليل للعبيد العبد يقرع بالعصى والحر تكفيه المقالة الحر يعلم أن هذا القول الذي يقوله فلان يستحق أن يكون هو الذي يتحكم فيه أم لا أوطيع المخلوق أم أوطيع الخالق هذا بالنسبة للحر المتحرر الذي يعرف ربه أما الجاهل العبد المستعبد الذي عقله أسوأ من عقل الحمار هذا يسر بالطاعة لخير الله تبارك وتعالى لأن غير الله أمن له شهواته مثل الحمير شعير مغربا الاحبار بيضا والاحبار مزلل يحمل عليه صاحبه ما أراد هكذا حال الإنسان المستعبد من غير الله والعياذ بالله تعالى أفلا يتدبر أفلا يفقه وما لهم وما للظالمين من نصير هؤلاء الظالمون الذين تركوا طاعة الخالق المالك الذي يأمر بما فيه مصطحة المخلوق وعفاع المخلوق الذي يأمر بما فيه مصطحته هو ومصطحة قومه وجنسه وجماعته هؤلاء يظلموا أنفسهم لأن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم ولذلك استحقوا النار الخالدين فيها يوم القيامة انظر إلى وضع هؤلاء الكفار يقول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات الدلالة تدعو الناس إلى طاعة ربهم والتحرر من الطاعة والخضوع لغيره هذه آيات الله البينات هذا ما جاءت به الأديان كلها هذا هو الأساس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الظالمون المشركون المتسلطون إما مشركون لأنهم تسلطوا على الناس فجعلوا أنفسهم آلهة على الناس أو المشركون الذين خضعوا لهؤلاء الآلهة من البشر وتركوا طاعة الله تبارك وتعالى أو طاعوهم مع الله فيما يخرجهم عن دين الله تبارك وتعالى هؤلاء جميعا ظالمون تعرفوا في وجوههم المنكر يكادون يسطون بالذين آمنوا يكادون يسطون بالذين يتلون آياتنا الرب سبحانه وتعالى يقول يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا لماذا؟ الطاغية مثل معلمنا في سوريا ما هو رئيسنا نحن ما انتقبنا فرضته أمريكا علينا فرضا بعد أبيه الذي سلم الجولان هذا طبعا يغضب لأننا لا نريد أن نطيع نطيع الله فينكر علينا ويحقد ويتألم وقالوا لنا هذا منذ سبارين قلنا لهم أعطوا للناس حريتهم أعطوا للناس كذا أتدرون ماذا قال الوفد الذي أرسله حافظ الأسد ليقابل العلماء في حلام وكان يكلم أخي إبراهيم سلقيني رحمه الله قال له هذا الكلام معناها إذا طالعنا المعتقلين وعطينا الناس حريتها وكذا معناها وسوينا انتخابات حرة نزيهة معناها روحوا أنتم نجي نحنين قالوا نحن معكم نجي نحنين ولكن أنتم إذا كانت صرتوا منيحين تعاوا أنتم ما بهمنا ولكن تركوا حرية يعرفوا حالة نشر عندما تدعو الناس إلى طاعة الله يعرف هذا الظالم المجرم أنما قاله يخرج للخارج ولا يريد أن يخرج يريد أن ينفذ أشياء لمعلميه وعباده في أوروبا وأمريكا فينكر على الناس ويغضب ويثور ويثور أسوأ من الحمار مثل ما شايفين يقصفون بالطيران وأما العابدين اللي يشتغلوا معه لأنهم ربطوا أنفسهم به مثلا مثل أحد المفاتي اللي بظن حاله عالم ويظنه بعض أهل المصالح عالم ويعرفوا أجهل من الحيوانات وليس بالله تعالى ربط مصيره بمصير هذا الشخص فإذا زال هذا الشخص زال كل شيء عنه هو إنسان معلوماته معينة ودرجته العلمية معروف من أين ووى إلى آخره فقد حصل مع هذا النظام السيارات المرسيدس والعظم والركوب بالطيران والنزول كذا وكذا والتنقل في العالم كأنه مثل بشار الأسد أكذا يظن نفسه وهو في الحقيقة ذنب لبشار الأسد يفتي بما يريد مثل هذا المفتي في مصر اللي أضرب في المليان حصل بحاله يتقرب إلى معبوده بهذا ولكن معبوده عندما ينتهي حاله ولا يستفيد منه يطرده مثل ما طرد هذا الشيء اسمه الحاكم في مصر العسكري طرد محمد إبراهيم بعد أن قتل من الناس اثبهدل طرده خلصنا أنه هو رجال طيب هكذا كان يفعل أتى الترك عندما كان يرسل شخصا يقتل فلان من العلماء وفلان من العلماء فيأتي القائد يقبض عليه ويقتله بين الناس ويزعم أنه هو خلصه وهكذا تفعل أمريكا ترسل طاهوتها ليقتل بنا يقتل بنا يقتل بنا فإذا تبهدل وما عاد يمكن أن يكون حاكم عندنا تنتظر حتى تهيئ واحد تاني مثل الدواليب اليدك الاستبنى إذا فسدت إطار لسيارتك ترميه وتأخذه بالاستبنى وتحطها فهم ينتظرون أن يجدوا حمارا لهم مثله فيولوه علينا لا يريدون أن يتركون نعبد الله سبحانه وتعالى يا عباد الله أما تقرأوا كتاب الله هؤلاء ينكرون ذلك وتعرفوا في وجوههم المنكر لأنهم ربطوا أنفسهم وحياتهم ودنياهم بهذا الطاغية فينكرون على من ينكر على هذا الطاغية سواء كان يعتبر نفسه عالم الشيخ فلان أؤمن الشيخ فلان أبوه رحمه الله رجل صالح ولكنه ضل والله أعلم لماذا أضله الله لمصلحة ولده أو لمصلحته هو أو لأوهام جعلته يتبع الشيطان دخل في سرب ما عاد يستطيع إخرج منه الله أعلم به وحسابه على الله ولكن واجبنا أن نوضح آيات القرآن الكريم ونربطها بنا القرآن الكريم لم ينزل لمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم نزل لكل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا ما نراه تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين آمنوا يكادون يعني ما سطوا ولكن كأنهم يريدون أن يفعلوا ذلك وعندما تسنح لهم الفرصة يفعلوا أنظر ألا يسطون بنا هل هناك في سوريا حرب أهلية لا خسئة وكذب من قال ذلك إما كذب عن معرفة أو كذب عن جهل قد يضعون أميناً عاماً لمؤسسة دولية ويختارونه لأنه كالحمار لا يفهم نحن لسنا في سوريا في حرب أهلية نحن نقتل قتلاً فاسداً إجرامياً لم يحدث مثله في التاريخ يقتلنا هذا الطاغي العميل الفاجر بأسلحتنا وبشبابنا يأخذ شبابنا بالإكراه لما؟ ليقاتلوا اليهود نحن نعرف الجندية الإجبارية كانت من أجل الدفاع عن العرض وعن المال وعن الناس يأخذهم ليقتلوننا ومن لا يقتل يقتل حصل مثل هذا الإجرام في البشرية لا والله قد يكون حصل إجرام من فرد فردين ثلاثة أما لمجتمع متكامل دولة متكاملة من البشر في قلب بلاد الشام التي بارك الله فيها أيمكن أن يعتقد واحد من المسلمين أن الله يمكن أن يترك بلاد الشام بهذا الشكل لا ولكن يمهل الله الظالم وأيضا يعطينا المهل لنرجع إليه رجعة حقيقية فنجدد ديننا فنعلم أن الطاعة لغير الله أبودية لغير الله لأن هؤلاء الطغاة ينكرون علينا في وجوههم تظهر آثار الإنكار والحقد وما يفعلونه يظهر حقدهم على الأرض ثم بعض الجهلة يظنون يقول لك هو عندنا بدي صلح الأمور صلحها ما شاء الله ما ترك بيت في حمص إلا دمره ما ترك بيت في نص حلب إلا دمره ما ترك بيته هذا التصليح الوضع يا أعمى القلوب يا أعمى القلب يا جاهل والله الحمار أحزن منكم الحمار يعرف أن هنا في خطر فيرجع وهو يقول لا أقدم على الخطر والتوب ولا تقاتل هذا الظالم وهذا الطاغية هل هذا منطق إنساني أو منطق حيواني أو منطق الرباني ويدعي أنه رباني أنه من العلماء أسأل الله العافية ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يختم الآية بقوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أيها الذين تنكرون على المؤمنين إيمانهم وتنكرون عليهم وتحالون أن تسطون عليهم بالقتل والتعذيب ولا إلى آخرين سأخبركم بشر من ذلك بالنسبة لكم شر من إنكاركم وشر من طغيانكم على المؤمنين النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الذين كفروا هم الذين يسطون على المؤمنين الذين كفروا هم الذين يسطون على المؤمنين ومن يؤيدهم ممن يظن أنه من العلماء هو من الذين كفروا بنص الآية القرآنية لأنهم يؤيدون بقلوبهم الباطل ويدفعون بتوجيهاتهم المسلمين ليمتنعوا عن جهاد الباطل وجهاد الطغاة حتى يذلوهم لغير الله تبارك وتعالى وظنون أنهم مؤمنين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أسأل الله العافية اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينه وأرنا رجدنا وأرنا سبيل الخير والرشاد وأعنا على اتباعه وعلى ضاعتك يا رب العالمين يكادون يسطون بالذين آمنوا الشر الذي ينتظركم أيها الطغاة الذين تحاولون وتعملون على التسلط على الذين آمنوا النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الذي تصيرون إليه نعم هذا هو آخر الأشياء عندنا إذا متنا فنحن نعتقد اعتقادا جازما أننا شهداء وأحياء عند الله وإذا متتم وفتصتهم ففكروا بما ترون وبما تريدون ولكن عند نزولكم للقبر سترون القبر حفرة من حفر النار ويومها أو يوم ترون ملك الموت عندما يقتلكم المؤمنون بأيديهم الذين أنتم الذين استبحتم دماءهم لأنهم يدعونكم إلى تلاوة آيات القرآن والرجعة إلى القرآن وأنتم ترفضون عندما ترون ملك الموت قد يقول أحدكم مثل ما قال فرعون آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل ولكن لا ينفعه هذا آه الآن وقد عصيت الآن عندما ستنزل القبر نخصير الرجال طيب نختوب وأنت تقتل في الطيران في كل برمين ترميه عشرات بل مئات أحيانا تهدم بيوت الناس تفسد في الأرض تخرب في الأرض الآن لا يقبل هذا الإيمان بل سيكون عقابك أشد من الكافر العادي الذي يكفر من تلقاء نفسه فيحاسبه الله ويدخله جهنم جهنم العادي أما أنت أنت أيها الظالم المتسلط الجائر سيكون عقابك أشد وأكبر وسيرى الظالمون أي منقلب ينقلبون والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر